السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الصف الاول الاعداد شرحنا همزة القطع والف الوصل وشرحنا انواع الخبر وكمان شرحنا الضمائر وشرحنا الفعل الصحيح والفعل المعتل ان شاء الله هنبدأ المراجعة وهنبدأ نذكر اهم النقاط اللي موجودة في كل درس بحيث ان حضرتك لو جالك سؤال على جزئية معينة من دي تكون فهمها ومراجع عليها كويس جدا وكمان بعد ما ننتهي من ذكر اهم النقاط اللي موجودة في كل درس هنبدأ ان شاء الله نحل تمارين شاملة على النحو باذن الله يبقى حضرتك لو انت عايز درس بالتفصيل يعني بادق التفاصيل هتبدأ ترجع لشرح الدرس ده موجود على القناة النهاردة هنبدأ المراجعة ونذكر اهم النقاط في كل درس وهنبدأ ان شاء الله بهمذة القطع والف الوصل وهنعقد ما بينهم مكرنا كده بحيث ان احنا نبدأ نتذكر مع بعض كده مواضع همذة القطع ومواضع الف الوصل بداية كده شكل همذة القطع الهمذة موجودة فوق او موجودة تحت الالف اما همذة الوصل فبتكون مجردة من الهمذة نهائيا اسمها الف وصل كده فقط الف كده بدون همذة طيب احنا عندنا الكلمة في اللغة العربية اما ان تكون اسم او فعل او حرف مواضع همذة القطع في الاسماء الاسماء كلها همذة القطع بتبقى موجودة فيها يعني همذة القطع تأتي في جميع الاسماء ما عدا اسماء معينة هذه المجموعة تبدأ بالف الوصل وهي الاسماء العشر اللي هي كلمة ابن وابنة واثنان واثنتان وامرأ وامرأة واسم واسد وايام الله وايمان الله هذه الاسماء تأتي مبدوئة بالف الوصل فقط اما جميع الاسماء فتأتي مبدوئة بهمذة قطع طيب بالنسبة للافعال الافعال عندنا ممكن يكون الفعل فعل ثلاثي او رباعي او خماسي او سداسي طيب بالنسبة للفعل الثلاثي فهمذة القطع تأخذ من هذا الفعل ماضيه ومصدره زي مثلا لو قلنا اكلا ثلاثة حروف اذا ده فعل يبدأ بهمذة قطع ليه؟ لانه ثلاثي يعني ثلاث حروف فقط وي على شكل الماضي ولو جبت المصدر من هذا الفعل ايضا يكون مبدوئا بهمذة قطع زي مثلا اكلا يبقى اكلا اكلا اما امر الفعل السلاسي يعني لو عندي امر من الفعل السلاسي لا ده بيكون تبع الف الوصل زي مثلا الفعل ضربة الفعل ضربة ده فعل سلاسي لو انت جبت الامر منه اضرب اذا الامر منه يأتي مبدوئا بالف وصل او بهمذة وصل وليس قطع وكذلك الفعل اجلس جلسة ده سلاسي في الماضي طيب احنا كده عرفنا الفعل السلاسي طيب بالنسبة بقى للفعل الرباعي لا ده انت عندك همذة القطع تأخذ الفعل الرباعي كاملا فماضيه وامره ومصدره يأتي مبدوئا بهمذة قطع زي مثلا لو قلنا اضربة ده فعل رباعي اضرب اضرب اضربة ده ماضي الرباعي اضرب ده امر الرباعي اضرب ده مصدر الرباعي يبقى ماضيه وامره ومصدره الفعل الرباعي كاملا مبدوئا بهمذة قطع اما الفعل الخماسي والسلاسي ماضي وامر ومصدر الخماسي يأتي مبدوئا بآلف الوصل زي مثلا لو قلنا انطلقا عد معايا كده اه ده ماضي وكمان مكون من خمسة حروف اذن الفعل ده يأتي مبدوئا بآلف وصل وليس همذة قطع وكذلك امره وكذلك مصدره يعني نقول انطلقا انطلق انطلاقا امره ومصدره والسلاسي ايضا كاملا فماضيه وامره ومصدره يأتي مبدوئا بآلف وصل زي مثلا لو قلنا استقبلا عندك كم حرف دول ستة احرف اذن هذا الفعل يأتي مبدوئا بآلف وصل ولو قلنا استقبل وكذلك استقبال فعندك استقبلا ده الماضي وعندك استقبل ده الأمر ويه عندك استقبال ده المصدر اذن الفعل الخماسي والسداسي بدايتهم دايما ألف الوصل وكمان كل مضارع مبدوء بهمزة زي مثلا اكتب ويه استعمل اي فعل مضارع مبدوء بهمزة اذن الهمزة دي همزة قطع وبالنسبة للحروف فالموضوع سهل جدا جميعها عدى أل التعريف تأتي مبدوئة بهمزة قطع يبقى انت عندك كل الحروف تأتي مبدوئة بهمزة قطع ايا كان الحرف بقى يأتي مبدوئا بهمزة قطع اما لو عندك كلمة مبدوئة بأل التعريف فاستنى هنا لا أل التعريف دي سي دي تخص ألف الوصل زي مثلا كلمة القاضي يبقى الكلمة دي مبدوئة بألف وصل لأنها بدأت بأل التعريف او المدرسة ايضا هنا مبدوئة بألف وصل لأنها بدأت بأل التعريف طيب بالنسبة بقى لأنواع الخبر احنا بنقول ايه أنواع الخبر يعني احنا دلوقتي بنتكلم في الجملة الاسمية في أنواع الركن التاني من أركان الجملة الاسمية اللي هو الخبر يبقى الكلام دلوقتي خاص بالجملة الاسمية فقط طيب تمام الخبر بقى تعريفه ايه قبل ما نذكر انواعه كنا بنقول ان الخبر هو الجذء المتمم للفائدة مع المبتدأ وحكمه الاعرابي الرفع يعني ايه يعني الخبر ده هو اللي بيتمم معنى الجملة فعندما يأتي الخبر يكون للجملة فائدة يعني ايه يعني نفهم منها حاجة ودايما الخبر ده حكمه الرفع يعني دايما مرفوع وذكرنا انواع الخبر قلنا ان اول نوع هو الخبر المفرد طيب الخبر المفرد ده انا عرفه منين الخبر المفرد ده هو اسم وكلمة واحدة سواء ادلة على مفرد او مثنى او جامع يعني ايه يعني الخبر المفرد ده هو ما كان كلمة واحدة ولكن لو انا قلتلك هو ما كان كلمة واحدة فانت مش هتقدر تميز اوي في القطعة بالمصطلح ده ليه؟ لان هيبقى عندك كلام كتير وكلام متصل ببعضه فمش هتبقى قادر تميز فين الخبر ولكن نقدر نميز الخبر المفرد بانه يكون اسم وكلمة واحدة غير متصلة بضمير يبقى لو عندك الخبر اسم غير متصل بضمير يبقى وانت مغمض الخبر ده مفرد زي مثلا لو قلنا العلم نور فين المبتدأ العلم يبقى كلمة نور هي الخبر نور دي اسم ولا فعل لا استنى نور دي اسم عندك ضمير موجود في الكلمة دي لا ما عنديش ضمير اذا الخبر هنا اسم غير متصل بضمير اذا الخبر هنا مفرد تاني نوع من انواع الخبر هو الخبر الجملة والخبر الجملة ده ممكن يكون خبر جملة اسمية زي مثلا لو قلتلك محمد خلقه كريم ركز بقى معايا فين المبتدأ كلمة محمد طيب فين الخبر الخبر هنا انت ملاحظ ان عندك بعد المبتدأ خلقه خلق دي اسم وفي نفس الوقت اسم متصل بضمير اه استنى بقى مدام عندك اسم متصل بضمير يبقى وانت مغمد كده الخبر هنا جملة اسمية يبقى عندك اسم غير متصل بضمير يبقى الخبر مفرد اسم متصل بضمير يبقى الخبر جملة اسمية وفي الحالة دي بنقول ان خلقه مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضم والهاء طبعا ضمير مبني في محل جر مضاف اليه وكريم خبر المبتدأ الثاني اللي هو كلمة خلق مرفوع وعلامة رفعه الضم طيب فين خبر المبتدأ فين خبر كلمة محمد خبر كلمة محمد هو الجملة الاسمية كاملة خلقه كريم كلها على بعضها كده هي خبر المبتدأ ولو تلاحظ هنا وجود الضمير شرطة اساسي زي كمان لو قلنا المذرعة أرضوها خصبة ركز معايا كده المذرعة هي المبتدأ الخبر اسم متصل بضمير أرضوها هنا عندك اسم متصل بضمير يبقى طبعا الخبر هنا جملة اسمية يبقى أرضو مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضم والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه وكلمة خصبة خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضم والجملة الاسمية كاملة في محل رفع خبر المبتدأ اللي هو كلمة المذرعة في محل رفع خبر المبتدأ الأول طيب بالنسبة بقى للجملة الفعلية لقد الموضوع هنا سهل جدا بتلاقي بداية الخبر فعل زي مثلا لو قلنا الطالب يحب العلم فعندك الطالب دي هي المبتدأ ويحب يحب هو هنا جملة فعلية إذن الخبر هنا جملة فعلية يحب فعل مضارع هو ضمير مبني في محل رفع فعل والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ يبقى عندك كده الخبر هنا نوع الخبر هنا جملة فعلية طيب بعد كده الخبر شبه الجملة وموضوع الخبر شبه الجملة ده أيضا سهل جدا الأب في المنزل عندك هنا المبتدأ هو الأب وعندك الخبر في المنزل هو اللي تم من معنى الجملة يعني الخبر هنا عبارة عن جار ومجرور يعني الخبر هنا شبه جملة جار ومجرور فبقول في حرف جر المنزل اسم مجرور وشبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ ولو قلت لك مثلا الفلاح تحت الشجرة فعندك الفلاح دي المبتدأ وهنا اللي تم من معنى الجملة هو شبه الجملة اللي هو تحته اذا تحته ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة وهنا شبه الجملة ده في محل رفع خبر المبتدأ وايضا لو قلنا القائد امام الجيش القائد مبتدأ وعندك امام ظرف يبقى وانا مغمط كده نوع الخبر هنا شبه جملة ظرف مكان وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس النهاردة ان شاء الله في الفيديو القادم هنراجع على بقية المنهج وهنبتدي حل التمارين ان شاء الله